موسيقى مرحبا يا أخي عندما يفضي الربيع العربي لإنتاج الفتنة الطائفية القاتلة فيجب أن نتساءل وعندما يدعو الربيع إلى تدمير الدول وإنهاء الجيوش وإثارة النعارات والتقسيم وغياب الأطروح وانتشار الفوضى ويحول الصهيون إلى الصديق والناتو إلى الشريك والإرادات الغربية إلى بداء الاستراتيجية فيجب أن نتساءل وعندما يدعو الربيع إلى التكفير والقتل وأكل الأكباد يجب أن نتساءل لكن ماذا عن وجع الإنسان العربي وماذا عن سحقه وماذا عن حياته في أتون الاستبداد ألا يحق لهذا الإنسان العربي أن يعيش بكرامة وإنسانية ثماني سنوات مرت وهذا الربيع أو المسمى بالربيع يطرح السؤال وما زالت الأجوبة مفتوحة على مصرعيها وما زالت الإنهيارات الكبرى تلم بالجغرافيا العربية في حلقتنا اليوم برنامج مرحبا يا أخي نناقش هذا المحور الربيع المأزق والمآل الربيع بين العقل والمأزق مع كل من الباحث الأكاديمي الدكتور مشير عون مرحبا بك أخي مشير وزميلي وأخي غسان الشامي مرحبا بك يا أخي أهلا بك دعوني مبدئيا نقول أن هذا الربيع زلزل الجغرافيا العربية وفتح العالم العربي على مصرعيه على كل الإنهيارات والانكسارات الأمن انهار الاقتصاد انهارت انهار الزراعة انهارت الثقافة تراجعت بمعنى أنه لم نحقق شيئا من هذا الربيع يعني أذا تسمح لي قبل أنا تفضل أعلم أنه لديك إشكالية إشكالية أولا بتسمية بالربيع العربي نعم يعني نحن يبدو أن الغرب يفصل الكلام ونحن نلبسه على طريقة القطع واللصق المعاصرة كلمة ربيع اخترعت بعد 1968 بربيع براج صحيح أعتقد أن الجيل الجديد ما بتذكر أليكساندر دوبتشيك الشهير والذي هرب عندما دخل السوفيت صحيح ومن ثم عاد الجميع ليقول أن ما يحصل في هذا البلد هو ربيع وما يحصل في هذا البلد هو ربيع إذن لنبحث عن من سمى هذا الموضوع ربيع أنا أعتقد أننا بلاد في هذه المنطقة من العالم لديها أربعة فصول ولكن بما يحصل في بلادنا أعتقد أن فصلا خامسا قد تم هو الفصل الناقص الذي سمي زورا ربيع عربي أنا أعتقد أنه هذا نعم لكن دكتور مشير دعني أنطلق من مسألة وهذا رأيي أيضا أن الإنسان العربي توجع ظلم أيام الحركة الاستعمارية التي سحقت هويته وتنميته ونهضته وسحق مع الحكومات الاستقلالية العربية التي كانت محكومة بالشوفينية والحزب الواحد والأحادية فتوجع في نهاية المطاف وانتفض صحيح صحيح لكن الإنسان العربي ليس خادعا للأنظمة وحسب الإنسان العربي داؤه فيه ومرضه فيه وسكمه فيه ولذلك علينا أن نبحث مع الإنسان العربي عن سبل إنهاضه هل يكون الإنهاض بمثل هذا الربيع أم يكون الإنهاض بإعداد السبل التي تهيئ لربيع حقيقي وهنا مكمن الكلام الأساسي في الربيع يعني أنا رأيي أن هذه المرحلة التي نعيشها والتي أطلق عليها الصديق غسان الفصل الخامس الفصل الذي لا يسمى له هذه مرحلة التباسية غامضة وكل تحول في المجتمعات يصاحبه غموض تقول بعض النظريات إن هذا الغموض قد يستمر يعني عقودا فلما العجلة؟ المسألة هي ماذا سيحصل في أثناء هذه العقود عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين سنة يعني الضروري نضيع خمسين سنة حتى نصل إلى المسار الصحيح؟ عزيزي الآخرون أضاعوا مئة سنة الثورات التي حصلت في بريطانيا وأمريكا وفرنسا لم تثمر إلا بعد مئة سنة فماذا ننتظر نحن؟ هل نحكم على ما ندعوه اليوم بالربيع العربي حكما آنيا أم ننتظر ثمارا فيما بعد التحول الذي سنشهد بطاعة الله؟ هنا غسان أتمنى أن تتم الفكرة لماذا المجتمعات الأخرى أنجزت نهضتها وتنميتها والمجتمعات العربية من حفرة إلى أخرى؟ يعني هناك بنية في المجتمع العربي أو مجموعة من البنى في المجتمع العربي هذه البنى هل هي مؤهلة لأن تنتج ثورات؟ هذا بالمناسبة ما بحثه الدكتور مشير عون هناك له نص برأيي الشخصي ومذهل عن الاستحالة الفلسفية للربيع العربي أنا أحيل هذا السؤال إلى الدكتور عون هل البنية المجتمعية الفكرية العلمية للمجتمع العربي هذا المجتمع البطرياركي القبائل العشائري يمكن أن تنجب ثورات الدكتور مشير؟ هذا السؤال الأساسي بظن أنا بالمآلية التي ذكرته كنت أحاول أن أبين أن المجتمعات العربية قبل أن تثور عليها أن تتحول ثقافيا هناك من خلفني الرأي وقال ما من إمكاني للتحول قبل الثورة الثورة تأتي بالتحول يعني هناك نظريتها لا دكتور عفوا يعني نحن لا يجد عندنا الثقافية لا تحول ثقافي تتحول من حالة ثقافية إلى حالة دعني لكن عفوا العرب أنتج ثورات ضد الاستعمار الفرنسي عندنا في الجزائر في تونس في ليبيا ثورة عمر المختار يعني كان لدينا ثورات استقلالية عظيمة ومجيدة الثورة الاستقلالية الثورة الحديثة أما الثورات بالمعنى الحقيقي للكلمة يعني إذا أخذت ثورة الزنج أو ثورة القرامطة هذه الثورات كانت يعني لم تحمل معنى ثقافيا يمكن أن نبني عليه تحولا في البنية المعرفية التحدث الصديق غسان عن البناء التي تعيق التحول الثقافي دعني أتكلم على بعض الأوهام التي تصد الإنسان العربي عن التطلع إلى ثورة حقيقية يمكن أن أذكر مثلا الوهم الجغرافي المسكوني هذا الوهم يزين لبعض الناس أن الأرض العربية هي كطب الكون مركز الخليقة هي الأساس هي قبلة الأنظار والحال أن جميع الأراضي تعني ما تعني لشعوبها من صاحب هذا الوهم؟ من كرس هذا الوهم؟ دعني أكمل الأوهام الوهم الثاني هو الوهم الثقافي يزين للناس لبعض الناس أن اللغة العربية هي أم اللغات وهي مستودع المعارف وهي أكمل اللغات وأشرفها وما إلى ذلك ونعلم أن اللغة العربية لا خصائص وميزاتها وهناك لغات أخرى تحمل نفس الخصائص أو خصائص أخرى ولا يمكن المفادلة الوهم الثالث أنا أحدثك عن أوهام تعيق العقل العربي عن الولوج في مرحلة التحول الثقافي الذي يعد لربيع حقيقي ربيع ذكرت أنه ضروري لإسعاد الإنسان العربي المتألم ذكرت في مقدماتك الوهم الثالث والوهم الديني الوهم الديني يزين لبعض الناس أن الإسلام هو الدين الصحيح وسائر الأديان هي باطلة والحال أن هذا لا يمكن لا يمكن لأن الإسلام شأن سائر الأديان فيه رفعة وما إلى ذلك والأديان الأخرى فيها رفعة وفيها اختبار للمطلق وكل اختبار له مزاته وخصائصه فلا يمكن المفادلة والوهم الرابع الأخير هو الوهم القبيلي العشيري الجماعاتي الوهم الذي يزين للناس أن الفرد لا وجود له وأن الجماعة هي مصدر هويته وهي منبع سعادته وهي موطن أمانه وهي مستودع الحياة فللفرد لا مجال لوجوده إلا في الجماعة وأظن أن الإنسان إذا ذهب أبعد من هذه الأوهام عثر على وهم أصلي هو أصل كل الأوهام وهو العائق الأول في امتناع الناس عن الولوش في حقبة التحول الثقافي المعد للربيع الحقيقي وهو الوهم امتلاك الحق العرب في معظمهم يظنون أنهم يمتلكون الحق وأن هويتهم لا تاريخية خارجة عن التاريخ يبنون هويتهم بمعزل عن التاريخ وبمعزل عن الغيريات التي تكتنفهم هذا هو الوهم الذي أنا أعتبره مرض الأمراض لكن غسان هذا الوهم كان موجود في أوروبا قبل حركة النهضة وحركة العقل كان هناك وهم الدين أن الكنيسة هي الرائدة هي المنتصرة لا يؤتى الله إلا من خلالها وكان هناك وهم الأنى وهم التفوق نيتشا نحن المتفوقون حضاريا وفلسفيا لكن وجد شيء في أوروبا وأفرز حضارة يعني يعتد بها اليوم العربي ما هي أولويته يعني يخرج من هذه سجون الأوهام أو يذهب إلى تحرير عقله بالدرجة الأولى ثم يصنع حضارة أخي يحيى أنت أنت بتعرف أيضا أنه لا يمكن أن تتقدم بدون فكر صحيح ما حصل في الغرب هو حصل كما قال الدكتور مشير يعني حرب المائة عام مائة عام ولكن بنهاية حرب المائة عام كان هناك أفكار فلسفية وقضايا معرفية وقضايا إشكالية طرحت بنا المجتمعات وضعتها على المشرحة اثنين إذا ما نذكر الثورة الفرنسية كان خلفها فلاسفة نحن في الواقع الثورات أو ما سم يزورا بالربيع هو مجرد حركات انقلابية انقلابية يعني مثل ما العسكر انقلبوا واستلموا الحكم منذ مائة عام في هذا المشرق والمغرب العربي كل شيء حصل عسكري لم يحصل هناك فعليا تحول فكري فلسفي أنجب هذه الثورات أنا برأيي هنا الاختلاف بينما حصل من ثورات لدى الكثير من الشعوب التي أعتقد أنها قد أنجبت أو أنتجت وظيفتها نحن حتى اللحظة لم ننتج وظيفتنا المعرفية لكي ننتج ربيعا حقيقيا هذا برأيي نحن عندنا أزمة نخب وكثير من مثقفين طرحوا مسألة موت المثقف العربي يعني المثقف العربي اليوم لم يعد ينتج خطابا لصناعة الحياة بات مهيكلا إما ضمن سلطة أو ضمن حزب أو ضمن مجموعة دينية وبالتالي انعدم ذلك الخطاب الثقافي الذي يصنع نهضة ويصنع تنمية ماذا تقول في ذلك دكتور موسيقى؟ لا صحيح أن أعود إلى المقال الذي كتبته والذي عتبني عليه كثير من الأصدقاء والمعلقين لأنني تحدثت عن الاستحالة الفلسفية وقالوا لي بأن بالفلسفة ما من استحالة طبيعي ما من استحالة أنا تحدثت عن استحالة فلسفية إذا لم يعمد العرب إلى وإلى 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 هناك استحالة إذا لم يعمد هناك استحالة يعمدون إلى ما إلى أي تحول يعني تحدثت عن هذه الأوهام ولكن إذا قربنا الأمر تناولناه من منظر آخر نعتبر أو أنا أعتبر على الأقل أن هناك ثلاثة عوامل تمنع على المجتمع العربي أن يغير تغييرا جذريا في بنيته الثقافية وتمنع على المثقف أن يكون مؤثرا كما أسلفت القول ما هي هذه العوامل؟ هناك العامل أولا العامل التاريخي العامل التاريخي شديد الأثر وأنا أنظر إليه على أنه مانع للتحول الثقافي لأن العرب موجودين أمام فراغ في الاختبار الثوروي الحقيقي ما من ثورة يمكن أن يستلهمها العرب في العامل الثورات لا تعرفناها ما هي الثورات؟ ثورات انقلابية يذهب سلطان ويأتي سلطان أشد بطشا منه هذا في العامل التاريخي هناك أيضا العامل السياسي والاقتصادي والاجتماع العامل السياسي هناك الاستئصار بالسلطة دكتور لا تنسى الثقافة التي كانت شايدة في العالم العربي ثقافة الطبل والمجمار وما زالت لم يكن عندنا مشهور ثقافي فعليا طيب وما زالت العامل السياسي أيضا الفساد المستشري العامل الاقتصادي أيضا نتحدث عنه العامل الاقتصادي خيرات الأرض كلها موجودة بالأرض العربية ومعبر عنها يعني موجود عندنا كل شيء موجود عند الآخرين ولكن عندنا أعلى نسبة فقر أعلى نسبة أمية أعلى نسبة عنف مذهبي تناكد فضية صحيح دينا حجم الثروات وحجم الفقر مية بالمية وأيضا هناك العامل الاجتماعي نحن ما زلنا في بنية اجتماعية من تعود إلى الكرون الوسطى بطرياركية ذكورية هذا الانفجار الديمغرافي حدا بقدر أقول لي شو وقفتته ليش ما بيكون عندنا خمسين مليون مصري ليه عندنا مئة مليون مصري ما أعرف فهم أنا لا شو بيتغير ما مصر هي أم الثقافة العربية بالمئة مليون شو بيصير عندنا نعم تختنك هذه الثقافة صحيح لكن غسان حتى لا نظلم الإنسان العربي الموبوء بنظمه وبحكوماته الفاسدة جدا وأنت تعرف ملفات الفساد في العالم العربي يعني دعنا نوجه الإشكال أيضا إلى النخب المثقفة إلى علماء الدين الذين سرقوا الإسلام أو سرقوا المسيحية باتجاه التدمير والذبح يعني التفكير في الجنة ولا يتم التفكير في الدنيا نهائية نحن أنا لا أحب أن أضع اللوم ولا أعتقد أي مثقف حقيقي يضع اللوم على الناس فوق جزء منه عليهم صحيح النخب في بلادنا هي نخب وظيفية الجماعة النخبة هم وظفون لدى السلطان صحيح هم يعملون ويدفعون بماله الفرنسي بيقولوا كيدون أردون اللي بيدفع بيأمر يأمر صحيح بالواع هذه البنية التي كانت تجب أن تكون بني طليعية في المجتمع العربي هذه البنية تراجعت لأن تكون بني ملحقة لذلك ترك الناس من دون حالة تنويرية هذا هو ما أوصلنا يعني بس بشأن نطر الجو المواطن العربي مواطن معتر على الميلتين من ميلة السلطة ومن ميلة الطليع النخب وهي يعني تجد شاعراً عربياً فتحلاً كما يقال يقول لحاكم عربي جاهل لا يفرق بين التي والذي أيها الملهم قدنا إلى الحضارة فأي حضارة صرنا في خسارة أخي غسان مشاهدين بعيد الفاصل سنتابع لا تذهبوا بعيداً ترجمة نانسي قنقر مشاهدين أهلاً بكم من جديد عدنا والعود أحمد في موضوع الربيع العربي بين العقل والمأزقي دكتور مشير استحالة فلسفية لنهوض العرب يعني ربما قد تتهم بالتواطم مع الدكتاتورية والاستبداد أنه فلسفياً لا يمكن للعرب أن ينعب يجوز أنا أوضحت أنه نيتي أغلق الباب نيتي أن أدعو أحرد على الإبداع في هذا المجال وقلت استحالة إذا لم يعمل العرب إله في حديثنا الذي كنا نتناولت عن عامل تاريخي وعامل سياسي اقتصادي اجتماعي بقي عامل العامل الثقافي والعامل الأخطر وهون كمان هناك من يعاتبني وينتقدني على تفضيل أو وزن العامل الثقافي بميزان أخطر من الموازين الأخرى أنا اقتناعي أنه الإنسان العربي الفرد لا وجود له مغيب وهذه الغيبة الكبرى هي أصل الشرور لأن الإنسان الحر كيانيا ذاتيا القابل لماهيته من تلقاء فعله التاريخي لا وجود له وينبغي لنا أن نعيد النظر في تأويل مقولات الحاكمية الإلهية والاستخلاف والتكليف والعبودية الرضية التي يتدولها خطاب الإسلامي يجب أن نعيد تأويلها لنعطق الإنسان من هذه القيود التي تكبل حريته فيني أحكي بمجموعة من الأرقام فنحكي عن الوضع الثقافي العربي وكيف ممكن هذا الوضع يطلع ثورات يعني نسبة الأمية في العالم العربي 27% هناك 100 مليون أمي في العالم العربي 80% من النساء هناك 15 مليون طفل عربي خارج المدرسة لدينا أول جامعة عربية بعد الدرجة 250 بجامعات العالم يعني مدارسنا يا أخي يحيى لا مختبرات فيها لا مكتبات فيها نعم كومبيوترات نستخدمها كتيب رايتر هناك إحصاءات للحقيقة مذهلة فكيف بدنا ننتج ثقافي ونحن بهالآت تعليمين وأزيدك غسان لأن المناقلات الوزرية كثيرة والتبديل الحكومي كبير في العالم العربي يحدث وهذا حدث بالفعل في المغرب العربي شخص كان وزير زراعة صار وزير ثقافة فخلط بين البطاطا والقصيدة يعني للأسف الشديد نيح المراح على الرقص الشديد لا حتى أيضا بالعامل الثقافي يمكن أن نضيف أيضا أن العرب يتوهمون أن المجد والكمال هو في البدء وليس في الصيرورة التاريخية يعني يعودون إلى أمجاد الماضي ويعتبرون أن الاكتمال أنجزة وينبغي لنا أن نقلد ما أنجزة ونحن في ابتعاد عن الكمال ولسنا في طوق إلى الكمال ممتاز جئنا إلى عمدة البحث عندما يقوم التنويريون وأصحاب الثقافات التغييرية بتدمير هذه الطابوهات وهذه الأصنام يزندقوا يقتلوا يؤدموا يتهمون بالتكفير يفصلون عن زوجاتهم كما حدث مع نصر أبو زيد رحمة الله عليه عندما طلقه الأزهر من زوجته وهي ترفض ذلك تقول لهم أنا أحب زوجي يعني هل يجد البناء إذا خلفك ألف هادم؟ يعني كيف تبني حالة ثقافية رشيدة؟ من هون جدلية العنف الثوري قبل التحول الثقافي أم التحول الثقافي قبل العنف الثوري؟ يعني عندما يجرم سلطة مثقفاً طالعياً كنصر حامد أبو زيد ينبغي أن تلغى هذه السلطة بالقوة العنف المشرع الشرعي لكن هذا العنف الشرعي إذا لم يكن هناك الدولة العربية دعاها بعضهم الدولة المتوحشة هذه الدولة إذا أسقطناها واجهنا العصبيات الغرائزية المتفلتة يعني هذه الدولة كانت السياج الحد الأدنى لحفاظ على الأمن وهو أمن ملتبس فما العمل؟ يعني هذه الجدلية مربكة مربكة حتى للمثقفين لا نعرف ما يجب أن نعمل هل نشرع العنف الجذري؟ لأن السلطة تمادت في انتهاك حرمة وحريات المثقفين والطلعيين والنابغين والنبيين وأنبياء العصر هل نجرم السلطة السياسية؟ نعم هذا سؤال خطير إذا سألك أنت أيضا يعني نحن أمام 8 سنوات من ما يحصل في العالم العربي من هذه المقتلة والمذبح هل كان بالإمكان ببنية مجتمعاتنا أن تلافى ذلك؟ يعني أنا تصور أخي غسان طبعا أن هذا الربيع العربي جرى كوارث وويلات على عالمنا العربي يعني الشيء الذي كان يخيفني في البداية عدام القيادات الراشدة الذكية حدث في أكثر من شارع عربي طبعا نحن نقدس كل الأعمال ونحترم كل الأعمال كان البقال يقود ثورة مع احترامنا للجميع كان شخص يعمل في تصليح سيارات يقود انقلابا وثورة بالإضافة إلى ذلك لم تكن هناك رؤية استراتيجية لكثير من الثورات في العالم العربي اليوم ماذا سنفعل؟ كيف سنتعامل مع أمريكا؟ بل سألت أحدهم كان على وشك الوصول إلى السلطة ما هو مشروعك مع مصر؟ قال لي نحن داهبون إلى الطاغية في مصر ونسكته يا هذا هذا إعلان حرب ويفترض رجل الدولة يكون حكيما ولذلك أنت تعرف عملت في الإعلام الغربي في الغرب عندما يختارون مسؤولا من الشروط لا يكون عصبي المزاج يعني يتمتع بعقل بارد تماما كالعقل الألماني فهذا ما أدى بنا إلى ما نحن عليه اليوم فلسفيا فكريا يعني إذا تناقشنا وإياك دكتور مشير هل كان فعلا يمكن تلافي ما حصل وكيف؟ لأنه هذا السؤال يؤرق شعوبنا جميعا هذا لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال صديقي إلا إذا قرنت الحالات العربية يعني إذا قرنت ما حدث في المغرب لماذا لم يحدث ربيع في المغرب؟ هل لأن الملك حاول أن يستوعب ويبدأ بإصلاحات دستورية؟ لكن يوجد ارتجاجات وتظاهرات طبير ولا الساتدة يضربون في الشوارع والدكاترة يضربون في الشوارع أنا موافق لنفترض في سوريا هل لو اعتمد أهل المعارضة شيئا من الحكمة في استجلاب الإصلاح من السلطة هل كانت السلطة مستعدة لأن تذهب مذهبا أبعد مما قدمته؟ سؤال خطير لن يمكننا أن نعود إلى الوراء أما في مصر أمر عينه يعني ذهب سلطان أتى سلطان ما الذي أتى بعد السلطان الأول؟ أتانا سلطان أصولي بكل معنى الكلمة هل تحتاج مصر إلى حكم أصولي؟ هل الذين نزلوا إلى الشوارع كانوا يريدون أن الديمقراطية أم نظاما مستلهم في هذا السياق دكتور غسان ننظر ثمان سنوات من الفوضى العارمة في العالم العربي أليس كذلك؟ هل سمعت أن حاكما عربيا أسس مركزا لقراءة ما جرى ولذرء الفوضى عن عالمنا العربي مستقبلا كان يفترض مثلما لدينا مراكز للأرصاد الجوية غدا مطرب وعيد غضباب أن يكون عندنا مراكز للزلازل السياسية أنا سألت أربعين مستشار لرؤساء دول عربية هل السيد الرئيس يقابلكم؟ قالوا لي لا نراه ولا يرانا رواتبنا الضخمة تأتي آخر الشهر وكفى بالله حسيبا هو السيد الرئيس لا يسمع لي أحد يعني بيقول كان بشار بن برد ضريرا ولكنه كان بصيرا إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن بعزم نصيح أو بتأييد حازمي الاستشارة في العالم العربي نحن كله نعرفها ولكن في الموضوع الأساس الحار هل يحتاج هذا العالم العربي الآن إلى أفكار ثورية؟ ومن هالأفكار الثورية؟ مين بدو يشيلها؟ نحن نزل بنوه للناس مين بدو يشيلها الأفكار الثورية؟ مين بدو يطلع فيها؟ وكيف الناس بدأت طبقها؟ لايك عزيزي بالأساس يعني لا يمكن التفلت من أفك الحداثة مهما تخبط العرب واستنجدوا بتراثهم لا الحداثة هي الأفك المعرفي الوحيد الذي صنع لنا في هذه لكن يا دكتور شرطا لا تأخذني الحداثة إلى الناتو والإرادات الغربية والتبعية الحداثة الفكرية في سياقها العربي لا أتحدث عن الدهاليز السياسية الغربية وعن الديمقراطية داخل الأسوار الديمقراطية خارج الأسوار لأن سمعنا أحدهم يوم قصفة بغداد يقول أن الصواريخ التومهوك تذكرني بسنفونية بتهوفل يعني يوجد متقفو حداثة قالبوا بتدمير العالم العربي عن الحداثة التي هي قادرة أن تنتقد ذاتها وتهدم ذاتها وتعيد بناء ذاتها من غير رقابة سلطوية عليها هذه الحداثة الفكرية الواعدة التي لم تكتمل بحسب هابيرماس هذه الحداثة لم تكتمل ولم ندخل بعض عصر ما بعد الحداثة دكتور أنا معك فهمتك صدقا ويلد ويرند في قصة الحضارة له عبارة جميلة جدا يقول الأمم الخائفة لا تصنع حضارة الإنسان العربي عندما يتوسد وسادته يخاف أن يطرق بابه من قبل رجال المخابرات يا سيدي هناك رجال غابوا هناك رجال رموا إلى البحر هناك ناس لا نعرف لهم أثرا يعني نحن نعيش في مدن الصمت ومدن الملع للأسف الشديد الفكرة إذا لا تجد التربة المناسبة لا يمكن أن تنطلق بأتم معنى الكلمة هذا يثبت القول أنه هذا المجتمع مأزوب وأزمته هون عم بتحطه بمحل أزم نفسي يعني واحد يعيش الخوف كل حياته ولكن لابد من قراءة بنية هذا المجتمع حقيقية بشكل حقيقي كي نقول نحن نريد أن نوصل إلى خلاصات أيضا الخلاصات في هذا الأمر كيف من هو الذي سيضع الخلاصات طبيعا إذا استمر الأنسان العربي إذا استمر يتعامل مع المتخيل الذهني مع الرمز الذهني أو المنتوج الذهني كمعطى واقعي في مشكلة أساسية يعني لا يكفي أن أتخيل أمرا لكي أعتبره ناجزا في الواقع العرب ينطلقون من الذهنيات إلى الواقع يعني نحن مرضى نفسيا يعني شبه شبه بدي أقول لك شبه الذي ينطلق من الذهن من الذهنيات يعني من المسلمات الذهنية المتوارثة لكي يلوي الواقع بحسب هذه المسلمات هو مريض وينبغي أن يعالج وهناك علاج والحداثة قدمت علاجا والحداثة ليست بوعبع وليست هي مناهدة للإسلام وليست مناهدة للعرب الحداثة نصير العرب إذا تعلموا أن يسايروها وأن يلاطفوها وأن يستخرجوا منها مكانزها الصالحة وأن يعرضوا عن مساوئها المشكلة أننا استوردنا العلاج من الطور الأول للعصر العباسي والطور الثاني من العصر الأموي واعتبرنا كتابا سلجوقيا سيصلح لإنقاذ هذه الأمة يعني ما زلنا في كهوف تاريخ لم نخرج بعد إلى القرن الواحد والعشرين صحيح لم نخرج لأننا بطلين بوضعية تاريخية سيطرت علينا هذه الوضعية التاريخية لا يمكن التفلت منها إلا بثوران ولكن كيف يجري هذا الثوران بهذا المقدار من العنف لا أظن أن العنف الإقصائي المتمادي في وحشيته يمكن أن ينشئ مجتمعا عادلا هناك تحول ثقافي والتحول الثقافي لا يعني أن نتنكر لتراثنا أن ننتقل بتراثنا هو بعينه من حالة التراث إلى حالة الحداثة هذا هو التحول الثقافي الذي حدث عنه لا تحدث عن التنكر والرفض والغاء التراث وهذا لا يمكن إلغاؤه إذن نحن أسرى التاريخ أسرى النص الديني المزور في فهمه وفي بعده أسرى النفسيات والأنويات أسرى المجد الماضوي الذي حققه بعض آبائنا أسرى أهاني وما زلنا ضمن الأسر كما يقول صديقنا الصادق أن يهوم رحمة الله عليه مشاهدين نكمل بعيدة الفاصل الربيع العربي بين العقل والمأزق ذلكم هو محور حديثنا الليلة دكتور مشير يعني لا شك أن كل أمة لديها عوامل قوة عوامل ضعف تسقط طارا تنهض طارا هذه الصيرورة التاريخية كما يؤكد ذلك كل علماء التاريخ اليوم كيف نتفادى ما وقع وكيف نبني للآت لأجيالنا إن صاحب تعبير لايك السؤال هذا السؤال الأساسي يعني نحن من بعد ما تأملنا به 8 سنين تبيننا أنه في ضرورة لحتى نتحول ثقافيا من طور إلى طور هذه خلاصة سابتة كيف السبيل إلى هذا التحول أنا برأيي العنف المستشري والعصبيات الغرائزية هذا من السبيل الصحيح ولكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك اعتراض شديد في جميع الأوساط العربية في جميع المحافل في جميع المنتديات في الجامعات في المدارس في المعامل حتى يفهم صاحب السلطة أن عليه أن يبدأ مشروعا تغييريا حقيقيا وأن يبدأ بنقاش كما فعل الفرنسيون في أزمة السطرات الصفراء نعم أن يبدأ حوارا مباشرا مع جميع فئات الشعب هذا الحوار ينبغي أن يكون مستندا إلى ضرورات هذا التحول الثقافي وأن لا يكون إعادة لمورثات لم تعد لها فائدة في مجتمعنا يعني من الأمور التي ينبغي أن ننظر فيها أمر أساسي وهو من خلاصات الدقيقة التي أشدد عليها وهي التمييز الدقيق والصارم بين الدينيات والسياسيات تحرير الدينيات من السياسة وتحرير السياسيات من الدين وهذا أمر إذا لم يحصل فنحن في ورطة دائمة وهذا لا يحصل إلا إذا اعتمدنا ما أنا أدعو إليه وأطلق له اسم العلمانية الهنية العلمانية الهنية أنا أعرف أن العلمانية ليست من مخزوننا المعرفين أعرف ذلك جيداً ولكن لكن في إلى أشكالية كبيرة لدى سمع كثيرين من أهلنا وشعبنا يعني هي ضبطت لديهم بالغرب كيف تفسر كلمة الهنية الهنية هي هذه العلمانية لا تريد شيئاً لذاتها هي ليست علمانية ملحدة نضالية مقصلية هي علمانية هنية لا تدعي شيئاً لذاتها لا تفرض أيديولوجية فكرية على الآخرين هي وظيفتها أن تحمل آخرين من غلوائهم أن تحمل مسلمين والمسيحيين والبوذيين وما إلى ذلك من غلواء تطرفهم الدكتور ما طرحته عقلاني وموضوعي فيما لو كان هناك وحدة حال فكرية لكن سمة التراهن العربي اليوم انفراط الإجماع لا يوجد إجماع بين الإسلاميين يكفر بعضهم بعضاً بين العربيين يذوم بعضهم بعضاً تجربة عربية تكفر تجربة عربية بين الاشتراكيين تكفير متبادل بين الرأسماليين تكفير متبادل هناك تشضي للعقل هل يمكنك أن تبني حضارة في ظل كل فرد في هذه الأمة هو رب في حد ذاته؟ لا صحيح بس لهذا أنا أطالب بالابتعاد عن هذه الهويات الظرفية المتشضية والانتقال إلى أرض محايدة حتى ننظر من موقع هذه الأرض المحايدة التي أسميها العلمانية الهنية إلى جميع هذه الاختبارات التي أخفقت دعوني أنا أعطيكم شوية إحصاءات كمان شو أنتج ما يسمى بالربيع العربي حتى نشوف إذا كان هناك من مخرج من سيقوده؟ من سيتقدم الصفوف؟ يعني عدد ضحايا الربيع العربي أو ما يسمى الربيع العربي مليون وأربعمائة ألف إنسان حتى اللحظة عنا حوالي 16 إلى 18 مليون لاجئ عنا 15 مليون طفل خارج التدريس عنا نسبة فقر بال2017 و2018 ارتفعت بنسبة 60% في العالم العربي الدول الخمس الأكثر فساداً هي دول عربية 80% من لاجئي العالم عرب 60% من ضحايا الحروب أو إلى 80% هني عرب تم تدمير ممنهج للأثار والتاريخ والذاكرة الإنسانية هذا ما أنتج ليعرف الناس ماذا أنتجت هذه السنوات كل هذا ونحن كما قلت دكتور عون نحتاج إلى تغيير إلى ثورة وأنا أقدر كلمة الحداثة التي قلتها لأن الحداثة هي التي أنجبت ما أنجب في هذا العالم ولكن أريد أن أصر على سؤالك من سيقود المخطط الحداثوي في هذا العالم العربي هنا أشير أن العالم العربي عرف حداثيين بارعين يعني رفاعة طهطاوي أنت بدأك دافع عنه نعطوه لأنه لا فكره مات ظل فكر حسن البنة والسيد قطب يعني الأثار التنويرية تموت في وطننا يا أخي مرت الحركة التنويرية الأولى مرة العشرات ولكن كانت حركة تنويرية جهيدة نعم وجهضت صحيح الآن نحن بحاجة لحركة من سيقودها من سيقودها الاعتراض الشامل في جميع مرافق الحياة العربية الاعتراض الشامل الاعراض عن العنف والاعتراض الجذري الشامل في جميع مرافق الحياة العربية الاعتراض على السلطان يعني لا يمكن هذه النتائج التي تؤلمنا هذه العواقب التي ترتبت على ما يدعى بالربيع العربي هل نتخلى عنها هل نضحي بكل هذه الخسائر الفادحة لنعود إلى مسألة التسيد السلطاني في المجتمعات العربية نحن دخلنا في مرحلة ثورية فلنعرض عن العنف ولنتمسك بالاعتراض الاعتراض الشامل الذي سيؤتي ثماره فيما بعد أتصور هناك منطقة لم نشر إليها نتمنى أن نخصص لها بعض الدقائق دور الإرادات الغربية في تشجيع هذا الربيع العربي يعني رأينا في سوريا بين عشية وضحاها كل الإعلام العالمي بات يطالب برحيل الدولة السورية وإقامة بديل وكذلك الأمر بالنسبة لمصر وتونس يعني هل هذه الإرادات استغلت غباء الإنسان العربي وجعلته دبابة من دباباتها في تدمير المنجزات الوطنية لا شك أنه يعني إذا نتذكر الثورة الفرنسية صديقي الثورة الفرنسية كان في تدخلات من كل المناخشي كل العنظم الملكي المجاورة لإجهادها والثورة الفرنسية أتت بالتغاغ يعني الإرهاب الذي صبعه روبيس بيير الترار كانوا يسمونه الإرهاب ورحت حياها عشرات المئات أي ظلما باسم الثورة الفرنسية واستمرت ما استمرت عليه حتى وصلنا إلى مرحلة الاستقرار في المجتمعات الأوروبية ولكن هناك خلفية ثقافية مهدت لإنجاح هذا الاعتراض الثوري في المجتمعات العربية نحن نفتقد إلى هذه الخلفية الثقافية بمعزل عن تدخلات الغرب أو الآخرين ما من آخر يعلي مصلحتنا على مصلحته ما محروف في هذه نحن ما فيش ملايكة حوالينا نحن محاطين ما في ملايكة كل الدول الإقليمية التي تحيط بنا ليست ملائكية هي متوثبة علينا لماذا نحن نساق إلى الخضوع لها؟ لماذا نساق؟ بحجة أننا نريد انعطاك من سطوة الحاكم الظالم سطوة الحاكم الظالم أم سطوة الآخرين هما لا يختلفان الحاكم العربي كان ولا يزال ظالما والإرادات الغربية أيضا ظالمة قامت على هياكل من الجماجم يعني الأمريكا قامت على كما يقولنا أم جومسكي قامت على جماجم الهنود الحمر وما إلى ذلك أنا أريد لهذا الفرض العربي أن يكون واعيا لخطورة الداخل والخارج فليس بحجة الظلم الداخل المحلي يرتمي في أحضان الظلم العالمي الناتو وصل إلى ليبيا دمر ليبيا ليبيا كانت نموذجا في جانب من الجوانب اليوم تدمرت بالتالي فأنت تتحدث عن ما يدعى بالاستبداد المستنير نعم أنه نحن عملية لا 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 ليبيا لم يكن مستنيرا لا 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 صحيح لا لا أحشبك ليس مشتنيرا لا أشبك عن ليبيا أنا أحشبك عن مرحلة عرفتها المجتمعات الأوروبية بأنظمة أعدت لمجيء الديمقراطية السؤال الأساسي يلي ترحني على القضية الربيع العربي هل يجب أن نجتاز بالمراحل نفسها التي اجتاز بها الغربيون حتى وصلوا لما وصلوا إليه يعني العنف لازم يكون هل أد في ضحايا عنف يعني ألم نتعلم من التاريخ أن نختصر المنعطفات العنفية ألم نتعلم هل يجب أن نكون في استبداد مستنير على مدى 200 سنة قبل أن نأتي إلى ديمقراطية هنا يا غسان يجب يا غسان عندما نتحدث عن الغرب وتجاوز العنف يعني النقاساكي وهيروشيما قبلها 40 سنة يعني الاستعمار الفرنسي قبلها 50 سنة الاستعمار البريطاني خرج من الخليج العربي في السبعينيات حتى الحضارة اليابانية عندما أتت إلى الصين قتلت بمئات الألاف هذا العمد بكل أنحال عالم هذا أمر نعرفه ولكن فيما يعنينا نحن بمجمل حديثنا وجدنا أن هناك أزمة الخروج من هذه الأزمة من يقوده نحن نقول أننا نحتاج إلى تنوير السلطات مأزومة والمعارضات مأزومة وهكذا سلطة تنتج هكذا معارضات بمعنى من المعاني المعارضات حتى اللحظة ليس لديها نص معرفي واحد يا دكتور الرعون يا أخي ما في عندهم نص معرفي واحد يقولوا شو بدهم بالإيام الجاي إذن الإشكالية الأساس وأنا بدي أرجع أسألك إيها مين البد يقود العمل التربوي العمل التربوي الملاصق للحياة الإنسانية الواقعية العمل التربوي المربون في المدارس والجامعات وفي المنتديات وفي المجالس التي يقصدها الناشئة العمل التربوي إذا لم نعمد إلى إعادة تنشئة الشبان والأطفال والشبان والشبات لن نصل إلى نتيجة العمل التربوي راتب لاعب كروي واحد يعادل دخل ألف أستاذ جامعي في الوطن العربي راقصة عربية دخلها في الليلة أفضل من عشرين أستاذ عربي على مدار السنة يعني نحن لا نقيم الثقافة ولا نهتم بالثقافة لأسف شديد وهنا دعني ألخص قليلا ما قاله الدكتور ما قلته وأنت أستاذ غسان أن الإنسان العربي محكوم بمجموعة من القيود والسجون أسر التاريخ أسر الدين أسر المجد تصور وتخيل أنه على مجد دائم الأفضلية لي كعربي الأفضلية لي كمسلم أو كمسيحي وهذا يحول دون انطلاقتنا إلى الجديد الثقافي إلى الحداثة الثقافية وأشرتم أيضا أن ما حصل كان كارتة الآن من يصنع التغيير حتى نثق في هذا التغيير أهل التربية المربون الأساتذة الأساتذة وتبدأ عند الأهل الذين يضربون عن الطعام بسبب قلة الأجور أو الذين يضربون في الشوارع العربية من قبل الشرطة والدرك فإذا ينبغي أن نسور ولكن أن تكون الثورة مستنيرة ليست ثورة عنف هذا العنف إذا استعرنا أن نختصره نكون قد أحسننا في قراءة التاريخ هنا سأختم أخذ من كل واحد منكم جملة مفيدة أخي غسان ماذا تقول خلاصة بالواقع لا حل إلا بالعلم والمعرفة وهذه كما قال دكتور مشير تبدأ في المنزل والمدرسة علينا كأسر أن نراقب أطفالنا وإن لم تعلمهم المدرسة أن نعلمهم بالواقع نحن أمام بؤسة في التعليم العربي بؤس هذا البؤس بالتعليم يترك كل ناشئتنا أو أغلبها وأطفالنا يذهبون إلى نقاط من التطرف لا مثيل لها هذا يؤدي إلى أن يكون الآخرين يقبلون التدريس من النوع المرد السيء لذلك لا مجال إلا بالعلم والتنوير دكتور مشير ماذا تقول خلاصة بإجاز أنا أتمنى أن نخرج من السنائية التي وضعها المعرّة حين قال أهل الأرض اثنان أهل الأرض اثنان ذو علم بلا دين وآخر دين وآخر دين لا عقل له لا علم له نعم لا عقل له لا علم أو لا عقل نعم كلاهما الصحي كلاهما أنا أتمنى أن نخرج من هذه السنائية أن نوفق بفضل هذه العلمانية الهنية بين العقلانية والروحانية أما أنا فوافقكما وأقول العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم إلى يوم غد إلى سنوات مقبلة أخي غسان شكرا جزيلا لك دكتور مشير عون شكرا جزيلا لك أهلا مشاهدين نلقاكم في حلقات مقبلة شكرا جزيلا لكما بوركتما أحسنتما يا أهلين بوركتما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة